مشكلة أخرى تفشي البطالة والفقر بين الفئات الهشة في الجنوب البطالة والفقر هو أيضا نره شيء منتشر في كل جزائر لكن لما يكون عندك في الشمال تبقى مخاطرها أقل لما يقعد عندك في الجنوب وفي أماكن حساسة أماكن فيها القترول وفيها الغاز وفيها الذهب وفيها المعادن وفيها أعداء يتربصون بك وفيها عدد سكان محدود السكان هذوك هما هما حراس هما أمراء الصحراء هما حراس البلاد بصح هما كيشوفوك تعاملهم بالاستعلاء تفرض عليهم الرشوة الخدمة السائق تجيبوه من الشمال طباخ تجيبوه من الشمال عساس تجيبوه من الشمال وهما وش يديروه على الأقل الأعمال البسيط أعطوها لهم فايدة للبلاد فايدة ليهم كي تجيب سائق بعيد على أهله بمئتي ألفين كيلومتر حتى كي يدي عشر ملايين للشهر ها ومخلي زوجه ومخلي أولاده وبينما السائق انت على المنطقة ممكن تعطيه نص الصلاة وعايش في المنطقة ويعرفها ويعرف سكانها ويعرف لكن قضيت لأنها قضيت رشاوي وابن عميس فالبطالة والحالة الهشة والفقر أكثر بكثير في الجنوب ككل وفي أقصى الجنوب اشتركوا في القناة